نحن نتكلم عن مسلسل مصار إجباري وإزاي يتعامل الأب والأم مع الأبناء يكون في عدالة في التعامل زي ما حضرتك بتقولي إزاي النوع ده من المسلسلات بينعكس على المجتمع حضرتك ذكرتي في البداية أن الأم لو عندها تجارب سهية أو الأب عنده تجارب سهية لازم يكون عنده وقفة مع نفسه يبتدي يقف ويفكر هل أنا تجربتي الشخصية بتعامل بيها مع أبنائي وده اللي مش المفروض أنه يحصل لأنها بتؤثر عليهم بالسلب زي ما حضرتك ذكرتي فإزاي هذا النوع من المسلسلات بينعكس على واقع المجتمع والله ساعات بنشوف الفيدباك بتاع المسلسلات كده الناس وهي بتكتب أنا اللقطة دي حصلت معي أنا فاكر لما حصل فطفولتي كده أنا ما كنتش عايش مع بابايا أنا بابايا عمل معي نفس لقطة الحرمان دي ففي لقطة بتخبط في قلبك كده وانت بتتفرج على أي مسلسل في حاجة شبهة دي حصلت معي لو حصل حاجة كده أنت محتاج تقفة وتفتح الملف القديم إحنا ليه بنخاف نعمل ده عشان بحس بوجع وفي قوة للتغيير أنا عشان أغير ده محتاج أشتغل على نفسي وقت عشان أشوف إيه أماكن الألم عندي وأتفادا يعملها محددين هي قوة التغيير هنا لكن كلنا المسلسلات بتلمس أجزاء من بيوتنا ومن عائلتنا طبعا بلا استثناء يعني لما بنتكلم على تجربة اجتماعية يمكن بنتكلم على مشاكل فعلا بتحصل في أرض الواقع ويمكن ده اللي كده بنتكلم عليه من الأول أنه دايما في كل سنة كده بيبقى فيه موضوع مختلف مسلسلات بتتكلم عنه ودي الدراما والفن عمتا هو المفروض يعمل كده يمسك مشكلة معينة ويحلها ده الفن الهادف وده الفن الراقي